ووكلة الاهرام لانه وكلة الاهرام كانت من الشمعات الاطراف التانية دي علقت عليها فشالها سنين طويلة كان الكابتن حسن حمدي مساء الله بكل الخير وربنا يديله صحة وطولة العمر اللي بيختلفوا معاه في الاهرام يقولك كابتن حسن حمدي بيصرف فلوس الاهرام على النادي الاهلي وهم عارفين كويس قوي ان العقد اللي كسبوه بخمسة مليون الاهرام كسبان من وراه ربما اكتر من ضعفين الرقم ده عشان كده شهدت وكادت الاهرام للإعلان في عهد الكابتن حسن حمدي وطول ما سرته الإعلانية مع الاهرام قفزات قياسية خلت الاهرام اقوى الصروح الاعلامية في الشرق الاوسط مؤسسة يفخر بها كل مصر وكل عربي جزء من السند الحقيقي لهذه المؤسسة في اداء رسالتها التنورية ودورها الصحفي والوطني كانت وكالة الاهرام للإعلان عشان كده هذا التكريم اللائق الذي انتهى منذ قليل استحقوا الكابتن حسن حمدي بعد كل هذه السنوات اللي خرج فيها من الاهرام ادرك الجميع معنى وقيمة عطاء وانتماء الكابتن حسن حمدي أستاذ عبد محسن سلام رئيس مجلس إدارة الاهرام ونقيب الصحفيين الأستاذ ابراهيم حجاز النقد الرياضي الكبير والنقد الرياضي العزيز للأستاذ محمد شبانة رئيس تحرير الاهرام الرياضي وحضر الأستاذ ممدو عباس رئيس نادي الزمالك السابق وحضرت نخبة من الأسرة الرياضية والإعلامية والصحفية تقديرا واحتراما لعطاء إنسان بقيمة الكابتن حسن حمدي كابتن حسن حمدي اللي شاهدت حقوق رعاية النادي الآلي في عصره قفزات عملاقة جدا قلتلكوا كانوا في الأهرام يتهموه أنه بيصرف فيلوس الأهرام على الآلي وفي الأهل يتهموه المعارضين أنه بيجامل الأهرام وبيدوها حقوق الأهل في حين أن الراجل بكل أمانة وشفافية وتوجه سليم كان مع كل عقد رعاية بياخد خطوتين ثلاثة الورا ويسيب أمين الصندوق هو اللي يشرف على أعمال المزايدة حقق الدكتور محمود بجنيد أمين الصندوق في وقته طفارات كبيرة جدا حقق المهندس إبراهيم المعلم في فترة إدارته للمنصب أمين الصندوق حقق الكابتن محمود الخطيب في عاد أمانة الصندوق كل من شغل منصب أمين صندوق النادي مع المهندس عادل القيعي مدير التسويق في كل هذه المراحل أرقام كبيرة جدا جدا في بيحق أو حقق رعاية النادي الأهل كابتن حسن حمدي هو اللي حرر سلعة مباريات الكورة فاكرين حضراتكم في 2008 لما بدأت قناة الأهل وتعرض الكابتن حسن حمدي ومجلس إدارة النادي للرجم الإعلام الفضيع قنوات خصصت نفسها ومزيعين فراغوا وقتهم كله لرجم النادي الأهلي والكابتن حسن حمدي ومجلس إدارة النادي الأهلي علشان جي أخذ الكيكة اللي قدامه علشان قال لهم مباريات الدورة حقا للنادي المطشات بتاعتي بتاعتي أنا أنا اللي من حقي أخذ عوائدها طبعا تعاملت ساعتها ورشة مع خبراء التسويق من الدورة الانجليزي هم اللي شهدوا أنه فعلا دي حقوق تملكها الاندية أعباء المسابقة النهاردة كل الاندية بتنعم في عوائد بيع حقوق البس التلفزيوني لمبارياتها وهي بتنعم بكل هذه الأموال عليها أن تتذكر الدور اللي خاضوا النادي الأهلي المجهود اللي بذلوا الكابتن حسن حمدي ومجلس إدارته التعب الكبير اللي تحملوه والضغط الكبير اللي تحملوه من كل هؤلاء من أجل تحرير هذه السلعة عشان كده بعد كل هذه السنوات أعتقد كان التقدير مهم جدا من الأهرام وكانت لحظة وفاء لرجل لم يعرف عنه إلا الصدق الولاء والانتماء والعطاء بكل إخلاص للأهرام والأهلي كابتن حسن حمدي له مننا كل التحية والتقدير والتوقير نسمع كلمته في ليلة الوفاء بعطاء وزير الدفاع عن النادي الأهلي ووزير مالية الأهرام